هزيمة عم تتحول لفوز في موضوع انت كنت معتبر نفسك فيه يا برج العذراء من هزم او حقك يمكن رايح منك لكن كنت شاعر بالهزيمة لكن في هذا الشهر رح ينقلب الموضوع رأسا على العقب ورح يتحول الموضوع لانتصار إذا انتصار بعد هزيمة نشوف بشكل عام لبرج العذراء رح تكتشف او اكتشفت اه علاقة ثلاثية حبيبي العذراء ولكن اه يعني نهايتها كتير مقربة بلشت تنتهي او بلشت تروح من الطريق هاي العلاقة ثلاثية حبيبي ممكن تكون عائق شخص في طريق العلاقة العاطفية مع الشريك اه مش دايما بيكون معناها خيانة او كذا ولكن هادا العائق او هاي الطاقة الثلاثية عم تنتهي وتختفي عفوا اه عم بشوفك اول اول خلينا نقول اسبوع اه عم تتحسر عم تتندم على موضوع معين عم تنتندم على اهتمام اعطيت ولا شخص يمكن وهذا الشخص ما ردلك الاهتمام باهتمام اه ولكن هذا الشخص لا فعلا بستاهل وهذا الشخص اه يعني بنصحك تستنى اه اذا كان خاصة من برج ترابي او اذا كان اه ناري هذا الشخص بستحق انك تستنى وبالعكس ما تتحسر ما تتندم على شي نهائيا لانه انا شايفي هذا الشخص بيحملك اه حب كبير بيحملك حب حقيقي خلينا نحكي ب بصفاء يعني ما ما بده منك شي ما بده عم بشوفه حب صافي تماما اه عم بيكون في عائق او علاقة ثلاثية اه اه رح لحبي تقولو لي حب صافي طب كيف وفيه علاقة ثلاثية العلاقة الثلاثية لها كتير معاني حبية حبايبية يعني مش طريقة اللي هو الخيانة ممكن يكون عائق ممكن يكون اي شي تاني اه حدا من الاهل ممكن يكون مشكلة مادية يعني اي شي ممكن يكون طرف تالس عائق في العلاقة فا او بتكون علاقة ثلاثية من الاساس يعني انت اجيت على هاي العلاقة كانت أساساً يعني موجود فيها شخص صغيرك فشايفي هذا الشخص عم بيحبك حب حقيقي عم بتبلشوا سوى حياة جديدة أو فرصة جديدة عم تعطوا لبعض فرصة جديدة شايفي عم بيقدم لك شغلات في هاي الشهر أو عم بيقدم لك دلائل إنه هو فعلاً صادق لأنه أنا شايفي إنه أنت مشكك فيه إنت عم تندم إنه أعطيته اهتمام إنت عم بيكون فيه عندك شقوق حواليه خاصة مع هذا الكرت ولكن هو عم بيقدم لك شغلات شايفي عم تسافر ممكن تسافر مع الحبيب أو سفر لوحدك لعمل لشي عم بتفكر بمواضيع خلينا نقول كبيرة مواضيع لقدام عم بتفكر بالسفر فعلياً وعم بيصير يمكن الشهر اللي بعده على الأغلب لكن تحضيرات وأمور رح تسير لهذا الموضوع عم بشوف الطرف الآخر مقبل عليك بطريقة فضيعة ولكن عم يمسك حاله يمكن كل واحد منكم عم يمسك حاله للتاني عم بيكون فيه بخل بالمشاعر من الطرفين كل واحد ما بده يبين مشاعره تجاه التاني ولكن شايفة فيه عندك انتصار انتصار من بعد ما كنت حاسس بالحسرة أو كذا رح تحقق انتصار معين في هاي العلاقة هذا السيناريو ما بعرف ليش طلع عندي كلهاته عاطفي يعني مع أنه أنا ما فتحت على العاطفي فتحت بشكل عام عم بيكون فيه عندك انتصار إذن ممكن يكون سيناريو عمل اللي هو سفر على عمل مش مع الحبيب ممكن يكون ممكن يكون اللي هو عم بتحط حجر أساس لعمل جديد أو فرصة جديدة عم تجيك كشغل ولكن بشوف شوي مطلوب منك هاي إذا بدك نصيحتي يعني أو نصيحة لهذا الشهر مطلوب منك شوية صدقات شوية عطاء عطاء في كل شي عطاء في المادة وفي العواطف يا عذراء وانت أساسا يعني عطاء زي ما بيقولوا يعني معطاء أو شي عم بشوف فيه حمل ممكن يكون حمل عند الأشخاص اللي مستنيين حمل عم بشوف الطرف الثاني عم بشوفك بطريقة كتير حلوة عم بشوف عندك كل شي مؤهلات أنت فعلا عندك مؤهلات يعني كل المؤهلات لحتى تكون نمبر ون في حياة الآخر في حياة الطرف الثاني زي ما قلت لكم ما قلنا الطاقات الطاقات عم بتكون التراب إن هذا بشوفه ممكن ميزان ممكن تور معينو تور أكتر ممكن الطاقات عم بتكون نارية ترابية هوائية هذا بشكل عام بالنسبة للعمل ما طلع لنا شي عن العمل وإكنه فيه رقود في العمل لما ما بطلع شي عن موضوع معين بيكون فيه رقود أو ما فيه تغيير أو من هاي ناحية الشغلات اللي بتطلع بالوراء هي الشغلات اللي فيه عليها تغييرات أو تطورات العطفة بشكل مختصر أو عام عشان ما نطول عليكم رح أعتمدهم رح أعتمدهم يعني حالتك وقاعد حالتك يعني محتفظ فيك مش حابب تروح من إيده خايف تروح من إيده وأكنه عم بشك إنه يمكن فيه حدا بحياتك فيه ممكن تروح من عنده أو تطلعه من تفكيرك عم بشوف شوي طاقة انتظار أول هذا الشهر لكن عم بشوف أفراح فيه أفراح بينك وبين الشريك مهما كانت العلاقة شكلها عم بيكون فيه أفراح عم بيكون فيه احتفالات بينك وبينه شايف المشوار طويل بناتكم والعلاقة جدية نوعا ما فيه ناس بيحبوا بعض عن طريق العمل أو بناتهم شغل هذول الأشخاص كمان علاقة قوية وطيدة ولكن رح يسير فيه تغيير معين في شكل العلاقة يعني إما من صداقة لحب إما من إعجاب لصداقة أو من إعجاب لحب من حب لزواج عم بشوف فيه تغيير جذري في هاي العلاقة أو في شكلها رح يكون فيه ترسيم أو وعد في ترسيم هاي العلاقة عم بشوفكم بترتبوا أموركم بت يعني إذا كنتوا مبتعدين عم تتخيلوا بعد كل واحد يعني حاطت إيده على خده وعم يستنى التاني وعم بفكر بالتاني ولكن عم بشوف كل واحد يعني متمسك في رأيه كل واحد متزمت في قراره فيه شخص راحة من بعد تعب عم بتحطوا المشاكل شوي وراء ظاهركم يمكن لفترة مؤقتة عم بيكون خوف من من علاقة ثلاثية مجرد وهم ما في علاقة ثلاثية ولكن عم بيكون عندك شوية وهم ناحية هاي الشغلة أو شك بهاي الشغلة ولكن مش موجودة أبدا في الأوراق أو في الطاقات الموجودة احذر من هاي طاقة الأوهام وطاقة وهم العلاقة الثالثة لأنه في ناس كتير بتفكر أو بتشك ولا شكوكهم بتكون غلط فما نضيع الموضوع أو نضيع العلاقة في شكوك وفي أمور مش موجودة ما شفنا مسج خلينا نشوف مسج أول شي من الحبيب إذا كان بعيد أو قريب أو الله الحبيب تعبان كتير بيقولك إنه كتير تعبان كتير متأثر كتير يمكن عشان تحن عليه أو تحزن عليه بيقولك إنه وضعه مش تمام عم بيكون حزين عم بيكون وحيد يمكن هاي مسج عشان أنت اللي تبادر ما بعرف بس لا ما ضنصح تبادر أبدا لأنك ما غلطت بالأوراق مبين إنه أنت مش غلطان أبدا ولكن عم بيكون فيه مثل اللي هو استعطاف في هذا الكرت إنه هو حزين هو عنده مشاكل هو مش مرتاح وعم بيستناك ما بعرف ليش عم بيستناك خلاص ياخد خطوة تشوف التحذير لهذا الشهر لبرج العزراء شو عم بيكون أنت يا برج العزراء هذا الشهر ممكن تتسرع في موضوع ممكن تتسرع في قرار عاطفي خاصة عم بيقولك التحذير إنه لا استنى شوي فكر أعطي حالك مهلة ما تاخد أي قرار سريح هذا الشهر وما تاخد قرارات أساسا هذا الشهر أنا بموصحك هذا الشهر بأي قرارات كبيرة مصيرية يا برج العزراء استنى شوي للشهر اللي بعده نشوف الأوراكل شو بحكي لنا شو بحكي لنا بيقولك كلينا بيور مس أنت آخر فترة شوي مش غلطت غلطات شوي خبصت لك شوية خبصات يعني فوكانه بحكي لك أنه رتب الأمور نظف اللي أنت عملته إذا غلطت بحق حدا اعتذر الاعتذار مش عيب ولا شي يعني عادي جدا الكبرياء شوي نخليه على طرف بالعلاقات العاطفي جماعة يعني شوي نمشي الأمور فبس بيقولك نظف اللي أنت عملته وكأنك يمكن غلطت أنا مش شايفة غلطة كبيرة ولكن يمكن غلطت موضوع أو عملت شي أو يمكن بالشغل ما كان عندك تنظيم معين للأمور فبيقولك نظم هاي الفوضى أو نظفها لحتى تمشي الأمور حبابي برج العذراء بشوفكم بالفيديو الجاي باي